الحمد لله يعني التاريخي يعني كله كنت بحب أغير إن أنا مثلا إن أنا في بدايتي مثلا كنت بعمل نوبي كتير النوبي ده يعني كان حتى لدرجة إن كان فيه حاجة اسمها الأنصر ماشين زمان كده كانوا عملوه الأنصر ماشين ده كان الله يرحمه المخرج كبير شاكر خضير هو اللي خدني من الجامعة وداني لأستاذ سامير غنم في جوه عاكم المدينة فأنا عملت في جوه عاكم المدينة شخصية نوبي عسكري في أول المسرحية فكسرت ده عملت ضحك جامد جدا لأستاذ سامير كان فرحان بيا إن أنا بيقس بيا الضحك كده في الأول وبتاع فأثناء كده كان الأنصر ماشين ده لسه ظاهر فأستاذ شاكر الله يرحمه المخرج خدني البيت عنده قال لي سجلي حاجة بالنوبي كده على الأنصر عشان إيه يعني تبقى مقدمة لأن انت بتقولي مفروض ده بيت فلاني لفلاني فقالت رسالة كده كان الفاكرها يعني إيه تريريم تريريم أهل هيسة والهم في الهيسة اللي انت عاملها دي وهو ده منزل سيدي شاكر بس هو مش موجود دلوقتي هو في الإزبة بتاعه وأنا كمان معاه في الإزبة طبعاً انت بتقولي إزاي أنا بيكلمك وأنا معاه في الإزبة اللي بيكلمك ده صوت التسجيل فإيه كل اللي يسمحها يموت متضحك فيكلموني روح يا سليمان نعملها عند الأستاذ فلان آه يستغلوك بقى في كل حد فبقيت مهنة إن أنا روح أسجلها مثلاً لحد بس بقيت مهنة باخد يعني باخد خلسين بمية يعني باخد أيو ساسيون لازم تستغل موهبتك ساعتها فقيت فرحاً أهو دي مرحلة وبعد كده أهواجي وبعد كده جرسون وبعدين المخرجين معظم كان بيستسهلوا اللي جه هناك فحطوا في نفس الحاجة آه هو ده اللي بيعمل أهواجي هتقول اللي بيعمل أهواجي اشتركوا في القناة